حزمة من القرارات اتخذت على مستوى مجلس الوزراء يوم أمس نعلم بأن الرئيس عبد المجلد تبون قدم عدة وعود تتعلق بفئات الهشة ويريد كذلك بأن يحسن القدرة الشرائية وهذا يتطلب أموال تضيفها للدولة لكن ربما الوضعية الاقتصادية اليوم قد تعتبر مقلقة هل من قرارات اتخذت على مستوى هذا المجلس من أجل تنويع الاقتصاد ومن أجل مواجهة هذه المخاطر التي تأتي من أسواق النفط سيد الوزير أولا نقول لك أن كل ما قدموا التعاهدات الـ 54 لرئيس الجمهورية هي موضوعة في برنامج الحكومة ورح تنفذ بحظافرها يعني ما فيه ولا مشكل في هذا والأموال كما قال سيد الرئيس موجودة لتطبيق كل هذه التعاهدات فبالنسبة لمجلس الوزراء لجلال الأمس كان أكدنا رئيس الجمهورية وبتعليمات صارمة أننا لازم نمر إلى التنويع الاقتصادي بالنسبة لقطاع الطاقة التعليم الأولى والعليم الصارمة هي التحول الطاقوي لازمنا بسرعة الآن متأكدين أننا لازم بسرعة نمر إلى تحول الطاقوي والتحول الطاقوي هو التنويع في استعمال مصادر الطاقة لأن بلادنا الحمد لله ورب يعطانا كثير من مجالات لتنويع الطاقة ونحن الآن لازم لنوضع التكنولوجيات اللازمة في الميدان ونحقق هذا التنويع الطاقوي والتحول الطاقوي إلى الطاقات المتجددة المتوفرة بشكل متنوع في بلادنا فأول مشروع الذي سنقوم به هو إنجاز 4000 ميجاوات في ثلاث سنوات القادمة مشروع